بحضور سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير شؤون الإعلام انطلقت اليوم فعاليات الدورة السادسة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي وذلك في مركز إكسبو الشارقة تحت عشعار مشاركة مجتمعية تنمية شاملة برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من التأثري نحو التأثير في الاتصال الحكومي وإعادة صياغة آلياته ودوره في تنمية المجتمعات تنطلق الدورة السادسة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تحت عنوان مشاركة مجتمعية تنمية شاملة بتنظيم من المكتب الإعلامي لحكومة إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة تنمية المستدامة لا تكون إلا بترابط أفراد المجتمع ودائما كل فرد في المجتمع له دور أن ينمي مجتمع ليس فقط مجتمع ولكن العالم أكمل نحن مجتمع أكبر فمن خلال هذا المنتدى نأخذ ذوي الخبرة ونأخذ العلم من أصحاب العلم ونستفيد من خبراتهم في الجلسات الحوارية وفي المقابلات وفي ورش العمل وإن شاء الله نطبقها على أرض الواقع اللي شفت اليوم عدد المشاركين اللي تجاوز الـ 2500 شخص من جميع دول العالم التنوع في عدد المتحدثين أضفى قيمة كبيرة لهذا المنتدى الإعلان اليوم عن تأسيس المركز الدولي للاتصال في الشارقة الحقيقة هذه قيمة مضافة وقصة نجاح نستفيد منها أحنا في دول مجلس التعاون ما تحققه اليوم الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من نجاح هو نجاح لجميع دول المجلس على مدى يومين يفصح المنتدى عما في جعبته من أفكار ورؤى تختص بالدور المحوري الذي يلعبه الاتصال الحكومي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمشاركة أكثر من 2500 شخصية من رؤساء الدول والحكومات وقادة الفكر وخبراء الاتصال في مجال التواصل مع الجماهير هناك عدد كبير من المشاريع سواء كانت بداية إذا كنا نريد التنمية المستدامة فنحتاج إلى بيئة آمنة ويتم التركيز على تحقيق هذه البيئة الآمنة من خلال الاتفاقيات ومن خلال الاستراتيجيات سواء كانت الدفاعية أو الأمنية أو التعاون الأمني في مختلف المجالات كذلك البعد الاقتصادي ولأن الهدف يكمن في إعداد جيل واع ومعتنقا لأهمية تفعيل أدوات الاتصال الحكومي تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة حرص المنتدى على مشاركة الطلبة من الجامعات الخليجية كما خصص مبادرة الكرسي الأخضر التي تهدف إلى تشجيع الشباب على التفاعل مع القضايا المطروحة في المنتدى تجدر الإشارة إلى أن اليوم الأول من المنتدى يتضمن الإعلان عن الفائزين بفئات جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها الرابعة بعد أن كان متخصصا في أليات الاتصال الحكومي وأدواته يأتي المنتدى هذا العام ليركز على قضايا تنموية وثقافية بمشاركة فاعلة من المختصين والخبراء في مجال التنمية المستدامة من إمارة الشارقة سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين